السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هالنهار ان شاء الله غنقضنكم واحد الموضوع ديال واحد طريقة جديدة لتحديد الجنس الأرنب يعني واش ذكر أو أنثى يعني في جميع الأعمار وهالطريقة ها للمتدئين يعني بلا ما من صعب عليكم الأمور هذه طريقة يعني سهلة للمتدئين إذا هذا الموضوع كين هناك هناك من يريد معرفة جنس الأرنب من خلال الشكل فقط يعني قاعد مربي يكون كعار جديد كيتمنى أنها تكون هالطريقة يعني بلا ما يقلب وفي الحقيقة أن جنجمة الذكر البالغ تكون أقل وأكبر حجم من جنجمة الأنثى البالغة لكن ماذا عن الأرنب الصغير يعني واحد الأرنب عاد صغير بقي ما بلغش كيفاش غدين نعرفوه أنه ذكر أم أنثى إذا إليكم الطريقة يا بعض الطرق الصحيحة في حقيقة والحيرفية لفحص الأرنب لمعرفة ذكر من الأنثى إذا أولا يجب ارتداء قفازات يعني ذلك اللي كتكون ذي البلاستيك يعني علاش هاد القفازات ماشي راني كان بنعليكم اللي خاص يكون شي حاجة ما عاد كديره إحنا كان هضروا مع المربي الباسيط اللي ممكن أنه يتعلم ويستفد يعني ماشي طريقة يعني حرفانة وخص يدير الليقات لا الليقات كي يسبوا تمان ديالو منخيص را كيديرو درهمونس كي يستعملوهم الممرضين واحد الليقات كيتلبسوا لاصقين على اللحم كيديرو درهمونس ولكن علاش غادي نديرو هاد 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 اللي قتالو علاش نحافظو على نظافة الأيدي علاش لتجنب نقل الأمراض من أرنب إلى آخر هو الإنسان ما غادي شي تعدى لأن هادك الأمراض ذاك شي تعدى من أرنب الأرنب يعني وخيكم في شي مرض ما سخافوش أنه غادي يعديكم أنتوما ولكن حنايا كان هضروا على من أرنب الأرنب إلا كان واحد مريض غادي إلا قلبتي واحد وقلبتي لاخر غادي تلاحظو أن الله يحفظ أن الأرنب الأول إعداء الأرنب الثاني لأنه بقى ذاك الباراز كين في الأيدي ديالكم اللهم ديروا واحد القفازات وقلبوا الأول وذلك القفازات ممكن أنكم غي تغسلوها طريقة سهلة وتقلبوا الثاني هذا من جهة كين النقطة الثانية وهو الأرنب من ينشدوه تبغوا تقلبوه ماش يتشدوه بالزز ومعصب لا خصو يجب تهديئة الأرنب وملاطفته يعني ملسو عليه ولا هدي عا باش نبدأ نقلبه علاش باش يتمكن المربي من فحص المنطقة التناسولية دون أن يتشنج الأرنب يعني ما يكونش معصب ما يكونش هناك تشنجات على مستوى المنطقة التناسولية اللي كتوجد بين الأرجل الخلفية علاش غادي يقلب هاد المربي؟ الحقيقة إلا كان الأرنب البالغ صافي غادي يقلب مباشرة على الخصيتين الخصيتين حيث تكون الخصيتين كل واحدة بجنب يعني كتكون ماشي كيكونوا مجموعين بجهة واحدة كيكون الرجل اللولة كين الخصية اللولة والرجل الثانية يعني الفخد الثاني كيكون معه الخصياء الثانية وهذه الخصيات رغم كيكون صغير كيكونوا مخبين تحت الجلد ماشي كيكونوا باينين كيكونوا في اللول غي بحل الحيمات كيكونوش مدورين كيكونوا غي الحيمات وكيكون لون ديالهم أرجواني يعني بحل فانيدي وهالطريقة هذي كتكون في العمر ديال الأرانيب في الأسبوع العاشر من يكون الأسبوع العاشر ممكن أنكم تديروا هالطريقة أنكم تقلبوا على الخصياتين يعني هذي الشي المبتدئين وورها كتكون غي صغيرة الخصياتين كيكونوا غي صغيرين وما يمكنش للمربي أنه يكتشفهم قبل هاد العمر إذا كانوا قل من العمر العاشر لما كيكونوش بينين قاع يعني خص ضروري أننا نقلبوا الجهاز التنسوي وغادي نوريكم كذلك الجهاز التنسوي كيفاش تقلبوه يعني بحل طريقة يعني حرفانا كما أن هاد الأرانيب نكتش يتقلبوهم كيتعصبو وكيحدد تشنج للخصياتين وما كيبانوش أما المنطقة بالضبط التي يجب فحصوها يعني قبل بلوغ الأرنب يعني قبل ما يبلغ وهي فتحة الشرج فتحة الشرج المنطقة ديالها اللي بغي على المنطقة ديالها كتكون قريبة للديل كتكون قريبة للديل في الوسط والطريقة هي كالتالي يعني هادية طريقة الناس اللي رانيو كيقلبو عليها في الفيديو أنا حاولت نشرح شي شي أشياء الواحد يزيدهم في المخ ولكن طريقة وهي كالتالي بلا من مشي ونقل لكم هاول أرنب اللول سوفوا كيفاش ديل أرنب التامية كيفاش ديل ممكن أن هذا الشي يعني ما تفهموش مزين ولكن تبعوا معايا الفيديو تال الأخير طريقة وهي كالتالي أول حاجة خاص المربي يدير هاد الطريق اللي درني وخاصه يمشي الفتحة الشرج ويضغط على الجانبين يعني من يشوفوا الفتحة مشي تضغطوا على جهة وحدة وإنما ممكن أنكم تخدموا الأصبوع ديالكم بجوج يعني هاكا يعني مشي تكيو هاكا وإنما تكيو هاكا أو للناس الحريفية ممكن أنهم يشدوا يعني الأرنب ويقلبوه هاكا بهذا الطريق بجوج أصبوع هاكا ويتكيو بهذا الطريق ولكن حيث الأرنب يبقى يتركل ممكن أنكم تشدوه تشدوه من اللور دياله من جيت الأدنين وتقلبوه هاكا وتشدوه وتكيو بهذا الطريق هاكا يعني هاي الفتحة هاكا وتكيو عليها بحالك تكيو هاكا مني غادي تكيو على الفتحة الشرج إحنا بإسم علمي كيقولها الفتحة الشرج كي اللي غادي يقول لك الراحم ديال الأنثى أو الأنثى أو الذاكر مهما ديسميتها فتحة الشرج كيما كلكم غادي تضغطوه على الجانبين مشي على جانب واحد أولاً وتكون هاديك هاديك الضغط يكون في اللول بلطف يعني غي حاولو أنكم تخرجوا هاديك الفتحة هاديك المنطقة سمو غادي تحصلو غادي تحصلو في اللول على حرف إي إي ركما عارفين إي ما جيس كير كيفاش كتكون يعني كتكون خط بحال هاكا خط هاكا مشي دوارة كتبقه خط وهي في حقيقرها إي منين تشوفوا هذك إي برزات لكم عاوضوا تكيو كتر يعني باش مازالت ذاك الفتحة تخرج كتر منين تخرج كتر غادي إي إلا كانت أنت غادي إيبان في اللول إي وتكيو مزيان عاو تاني كتر لكن ليس شي تكياب الجاد باش ما تضروش مهم تكياب الأولى هالشي كي يعتمد هالجوج تكيات جوج نوع منه الضغط. الضغط الأول يعني هكا هكا أنتو ما ضغطو بانك الفتحة غاديتبان على شكل اي من ينتبان على شكل اي زيدو ضغطو الضغطاء الثانية ما غاديتلقاو؟ غاديتلقاو شكل بيضاوي الشكل بيضاوي الشكل يعني ذاك الشيفاه ديال الشراج كيخرجو يعني كي بحدي كي كيبرزو أكثر هاداك الشكل عرفو رها أنثى أما إذا بغيتو تعرفوه واش داكر سمو غادي يبال لكم في الأول مني غاديتكيو هاكا غادي خرج لكم واحد الشكل دائري ماشي حرف اي اي بالنسبة للأنثى أما الضاكر غادي خرج شكل دائري هاكا منين خرج لكم شكل دائري عاودو تكيعو تاني منين تضغطو عاو تاني سمو غادي يبال لكم غادي يبال لكم القاضي بارز بواحد الشكل واضح يعني عاقله منين تكون أنثى سمو غادي تديرو هادي الضغط الأول لا بالنسبة للذكر لا بالنسبة للأنثى كي ينجوج ديال الضغط عمليات ديال الضغط إلا كان داكر غادي تضغطو المرة الأولى ببال لكم حرف اي ضغطو عاو تاني غادي ببال لكم الشفاه خرجو بواحد طريقة بيضاوية يعني بنفساجية هاكا وخارجة مهم غادي ما غاديش يكون يعني القاضيب بارز هادي بالنسبة للأنثى يكون حرف اي هاكا الضغطة تانية غادي خرجو ديالشفاه دير الشهرج أما بالنسبة للذكر اسمو كي وقع كي يخرج في الأول مني كتضغطو الدغطة الأولى هانتم ما اضغطو على فتحة الشهرج اسمو غادي خرج غادي خرج لكم حرف او او صفر هاكا مني غادي تضغطو عاو تاني اسمو غادي خرج لكم غادي خرج القاضيب القاضيب غادي خرج بحال هاكا بوحد طريقة بهاينا هاكا مني يخرج القاضيب هاكا عرفو صافي راه هادك ذكر اما بالنسبة هادشي بالنسبة الارنب باقي ما بالغش ولكن بالنسبة الارنب البالغ مباشرة صيروا قلبوا على الخيصيتين لما تقلبوا فتحة الشهرج لانك يكون هو صحيح وانتم معاد باديين مبتدئين ممكن انكم قيسكم معنكمش طريقة كيفاش تشدوه مباشرة غيزوه السماء وطلو لكن الحاج الاك واش عندو الخيصيتين باريزاتين وصافي اني يكونوا عندو الخيصيتين راه دكر ما عندوش الخيصيتين وبالغ يعني ارنب كبير ممكن أنكم تعرفوا هارا هديك أنثى أما بالنسبة إلا كان بقي مبالغش حكيتكم الطريقة وهي مزدواجة يعني خذتكم الضغط يكون على مستويين جوج مستويات المستوي الأول بالنسبة للذكر بالنسبة للأنثى تبعوا معي بالنسبة للأنثى في الأول يخرج حرف إ من بعد الضغطات الثانية يخرجوا شكل بيضاوي منا ومنا يعني الفتحة هذه الأنثى زادت منازل برزات أما بالنسبة للذكر يخرج في الأول حرف أو أو صفر مهم دوارة شكل دائرة من يكت تضغطه أكثر يبرز القاضيب بشكل واضح وكتعرفوه بأنه راه ذكر إذا هذه الحلقة راح حصرية ما كينش شي واحد في الفيديويات كل شي كي بيكي شدو الأنانيبو كيوريهم للناس ما كيبانش هذا الشي مزيان يعني إذا بغيتوا الطريقة علمية يعني تفهموا ذاك الشي هي إي و أو إي بالنسبة للأنثى و أو بالنسبة للذكر إي بالضغطة الثانية غدي يخرجوا المبيضين يعني غدي تخرجوا واحد طريقة يعني بينة واحد بحد منقوله شكل بيضاوي على كمتة الجهتين بالنسبة للذكر أرى كي يخرج في الضغطة الأولى يخرج شكل أو على شكل دائري الضغطة الثانية كي يخرج القضي بشكل واضح إذن هديرها الطريقة بسيطة للمربي المبتدئ خلينا معج فيديوهات كاملة اللي كيني في اليوتيوب يعني ضرت عليهم كاملين ما كينش شي واحد كي يشرح يعني بوحد طريقة علمية كل شي كي يشرح كي هزول إذن أنتم مشوفو الناس هدرها ذكر هدرها أمتا ولكن هادشي بالنسبة الكبار يعني البالغين هنا يرى ممكن أني نشدكم هاد ذكر رأى باين أنه ذكر وبالنسبة للأنثة رأى باين الأنثة ولكن بالنسبة للصغار رأى أغلبية ديال المربين ما كيفهموش كيفاش يتعاملوا هنا مرتها يعني كنظن أنني تمكنت يعني حاولت أنني نستفلكم الأفكار جيدا باش تعرفوا يتفرقهم بين الذكر والأنثة إذن كنتمنى أن الحلقة ديالي تكون نلت الإعجاب ديالكم القناة صارها غادية بالدعم ديالكم لاحظوا أن اللي كومنتير لهم كي تزادوا الحمد لله يومي بشكل يومي يعني أنا كنحاول أنني نخصص وقت باش نجاوب على لي كومنتير كانت تخصكم شي حاجة شي مشكل أنا راه الإنشارة يعني كنحاول أني نجاوب يوميا العدد المشاركين كي تزادوا الحمد لله القناة غادي بالدعم ديالكم بسعارق طيبة ديالكم النسي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تسكيوا على زر جام باش إعجاب باش تستندوني ونزيل قدام ومقالنا نديمة إن شاء الله نعطيكم يعني فيديويات بشكل يومي إن شاء الله النسي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله